السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الثالث من الشبتر رقم 6 أو الفصل رقم 6 هنتحدث عن التعريفين الخاصين ب Definition of Electrochemical Curricion أي تعريف التآكل الكهروكيميائي و Definition of Electrochemical Cell أي تعريف خلية الكهروكيميائي Definition of Electrochemical Corrusion Electrochemical Corrusion A corrosion produced by the development of current in an electrochemical cell that removes ions from the materials إذا نظرنا إلى Electrochemical Corrusion وبمقارنة بالكيميكا الكوروجن نجد أن هناك ترم أو مصطلح علمي تم إضافته إلى هذا المصطلح اللي هو الكيميكا الكوروجن وهو الإلكترو وإلكترو يعني Electric Current يعني طيار كهربي يبقى هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن التآكل الكيميائي الذي يحدث نتيجة لوجود طيار كهربي فين؟ في الإلكتروكيميكا السيل أي في الخلية الكهروكيميائية وماذا يحدث بها؟ يحدث إزالة للإيونات الخاصة بالماتيريال إذن فما هو تعريف الإلكتروكيميكا السيل؟ كما سنوضحه بالشكل الآتي Definition of Electrochemical Cell في الخلية الكهروكيميائية في الحقيقة يحدث سرايان من الإلكترونات والإيونات فين؟ ما بين الباص الذي يفصل بين اثنين متيريال تمام؟ منتجا طيارا كهربيا الذي يؤدي بدوره إلى إما كوروجن أو بليتين تعالوا نشوف الكلام ده على الرسم التوضيحي اللي أعمل تعالوا نترجم الكلام ده على الرسم هذه السيل عندي هذه عندي اثنين متيريال وهذه الباص اللي بيفصل بينهم اللي هو الإلكتروليتيك أو السائل التحليل الكهربي طيب في هذا السائل يتم منه من أنواع السرايان بين الإيونات هناك مادة تفقد إيونات وهناك مادة تكتسب إيونات الأنود يفقد إيونات والكسود يكتسب إيونات إذن هناك سرايان من الإيونات داخل السائل وإذا اكتسب الكسود الإلكتروليات الخاصة من هذه الإيونات فإنها تسري داخل هذا السلك إذن يسري تياراً كهربي وإذا سرع هذا التيار الكهربي فإن الآن نتيجة لفقده الإلكتروليات يحصل أسلاه نوع من أنواع الكروجن وأين تذهب هذه المادة التي يفقدها تترسب حول الكسود فتحتز عملية البليتينج ترجمة نانسي قنقر